ثمانية أرواح في بطن أم واحدة قضية أثارت الجدل والتساؤلات في الصحافة الأمريكية والعالمية خصوصا وأن هذه الأم كان لديها قبل ذلك ستة أطفال من بينهم توأم ليكون مجموعة أطفالها 14 طفلا لتصبح بسببهم مليونيرا ولكن ما سروها وكيف حملت 14 طفلا في بطن واحدة هذا ما سأحكيه لكم في هذا الفيديو في حدث لم يتكرر منذ عام 1750 أي منذ 270 عاما بل إنه لم يحدث أصلا في التاريخ أن حدث مثله تماما حيث قامت سيدة بإنجاب ثماني أولاد في بطن واحدة كل هذا عن طريق عملية تنقيح نجحت بنسبة 100% نادية سليمان هي سيدة من أصل عراقي تحمل الجنسية الأمريكية من موليد كاليفورنيا عام 1975 كانت تعمل طبيبة نفسية وأثناء العمل أصيبت في ظهرها لترفع قضية تعويض وتربحها بالفعل حينها تلقت ما يقرب من 167 ألف دولار كتعويض ولكن لم تتركها شركة التعويض بهذه السهولة بل اتهمتها بأنها من تسببت بإصابة نفسها لتحصل على المال وقالوا عنها إنها شخص غريب وتسعى دائما وراء المال والشهرة تزوجت نادية عام 1996 من ماركوس جوتيرز لمدة أربع سنوات ليقرر بعدها الانفصال في عام 2000 لأنهما كان يواجهان صعوبة في الإنجاب أصيبت بعدها نادية بالاكتئاب الشديد فلم تكن تتخيل أبدا أنها لم تستطيع الإنجاب لم تتوقف نادية عند هذه النقطة وبدأت في علاج عقمها لتلد أول طفل لها عام 2001 عن طريق التلقيح الصناعي بعدها انطلقت نادية في هواس الإنجاب الذي أصابها قررت عام 2002 أن تلقح نفسها مرة أخرى وأنجبت طفلة لم تكن النهاية هنا بل قررت بعدها التلقيح مرة ثالثة لتنجب ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات في عام 2003 ولدت وتوأمين في عام 2004 أنجبت بنتا ليصل مجموع أولادها إلى ستة أولاد جميعهم بالتلقيح الصناعي لكن الطامة الكبرى أنها لم تصل طبعا لآباء الصغر قصتنا لم تتوقف هنا نادية كانت تحتفظ بستة أجنة مجمدة أخرى بسبب هواسها الغير مبرر للإنجاب وخوفها من تلف الأجنة المجمدة الخاصة بها طلبت من دكتور المعالج لها أن يحقنها بالأجنة الستة دفعة واحدة كانوا يضعون في اعتبارهم أن الأجنة الستة لم يبقى منها سوى واحد أو اثنين على أكثر تقدير لكنهم تفاجأوا بنجاح الأجنة الستة في الإخصاص بل وكانت المفاجأة الأكبر هي أن واحدة من هذه الأجنة انقسمت لنصفين ليصبح في بطن مادية في النهاية ثمانية أطفال في طريقهم للنمو والاكتمال في ذلك الوقت كان أقصى عدد للتلقيح قانونيا هو ثلاثة أجنة فقط وفعلة كهذه لن تمر بالتأكيد بسلام فقد طرد الطبيب أو الطريدة الطبيب المعالج لناديا من المستشفى التي يعمل بها وتم وقفه عن العمل من قبل مجلس كاليفورنيا الطبي لمخالفته اللوائح يقال أن ناديا كانت عاطلة لا تعمل وتعيش على المعاناة التي تأتي لها بسبب أبنائها وقد استغلت ناديا كثرة أبنائها لتجني من ورائهم الشهرة والمال فكانت صاحبة ثروة هائلة بدون عمل وهو ما تسبب في إثارة جدل كبير في وسائل الإعلام بشأنها بعد البحث وراء ناديا التي اشتهرت بحملها في ثماني توائم وهي في شهرها الخامس تمكنوا من معرفة أن لناديا ستة أولاد آخرين تخفيهم عن وسائل الإعلام وتستغل وجودهم لتحصل على المال من الجمعيات الخيرية والأهل والأقارب وسرعان من كشف أمرها وباتت تبرر الجميع ذلك بأنها ترى أبنائها الثروة الحقيقية وأنها ستعيش فقط من أجل الاهتمام بهم وبعد مرور السنين ظهرت ناديا وأبنائها الأربعة عشر في صورة جماعية انتشرت عبر وسائل التواصل لتبدو أمورهم على ما يرام وبشأن هذا أيضا تردد أن ناديا سليمان أصبحت صاحبة ثروة طائلة دون أن تعمل في أي جهة أو هيئة فقد لجأت فقط للشهرة من أجل المال وظهرت في العديد من اللقاءات التلفزيونية وأخذت الكثير من الأموال مقابلة تلك اللقاءات وأنتم ما رأيكم فيما فعلته ناديا؟ هل تعتقدون أن ثروتها ستكفيها فعلا لتربية أبنائها طوال العمر؟ شاركونا بتعليقاتكم شكرا شكرا